بعد نحو شهرين من وصول الوديعة السعودية المقدرة بمليار دولار لم تنجح الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها البنك المركزي في وقف انهيار العملة الوطنية حيث عاود الريال انهياره إلى مستويات قياسية عند 1300 ريال للدولار الواحد وضع دفع بالملف الإنساني في البلاد إلى مزيد من التدهور نتيجة تضاعف أسعار المواد الغذائية وعجز الكثير من المواطنين في الحصول على حاجياتهم الأساسية ساهم في ذلك أيضا عجز طرفي الحرب عن دفع رواتب الموظفين محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب كان قد أشار إلى أن وديعة المليار دولار التي تم التوقيع عليها مع الجانب السعودي ليست الحل للوضع الاقتصادي الكارثي وإنما متنفس للبنك والحكومة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية داعيا إلى ضرورة الاعتماد على الموارد وتنميتها لوقف مسلسل انهيار العملة وتسببت الحروب المتواصلة منذ ثماني سنوات بين الحكومة اليمنية والميليشيا في خسارة اقتصاد البلاد إلى أكثر من 126 مليار دولار وفق تقارير أممية وتواجه الحكومة أزمة مالية خصوصا بعد قيام الميليشيا بقصف الموانئ النفطية في مناطق حضرموت والتي كانت تعتمد عليها الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الخدمات الأساسية ترجمة نانسي قنقر